طيب خليني إذكركم قصة تانية ربما هيبقى قصة مع مسلمين ما مرنا مسلمين أنا استغلت جزء منيح من حياتي في السعودية فأنا مرة من المرات رحنا على انطلبنا استشارة على قسم الجناح يعني فمريض بالستينات خمسة وستين سنة تقريبا نعني نفلس يعني كان وضعه مزري جدا جدا بحاجة لتنفذ صناعي والأهل رافضين الـ DNR رافضين قرار أنه هو ينحط DNR وبالتالي كنا مجبرين بحكم القانون نعمله التنبيب والنزبه على عناية ونحطه على جهاز النفس نعم هذا أخذ مني ساعات صراحة بينما نزلناه ونعاش وسوائل وضغط يعني تدبير صعب وانت بتعرف انت فيو تايل كير للأسف يعني وضع مزري بس يعني ما بلاد حيلة الآن بعد ما زبط المريض وأموره تمام وصار يعني ما بدي يقول أنه أنقذته لأنه أنت ما أنقذت شي حقيقة تانية أنت عم تحافظ على قلبه وعم ينبض بس يعني أنقذت اللي تقدر تنخذه أخرت وفاته خلينا قول بطريقة تانية بيجيني ابن مريض وابنه موشو صغير يعني الثلاثينات مثلا وكذا ويعني واعي يعني ما هو صغير فبيلي دكتور بدي بس يعني كيف الوالد قلت له والله هيك هيك الوالد وضعه كذا وكذا طبعا الميت شو مشكلته الأساسية مشكلته هو سرطان هو نقائل للكبد حقيقة طبقي المحوري طبعه كان مرعب الكبد طبعه ما فيه نسيج كبدي أبدا يعني فينك تقول منخور نخر بالورب حقيقة يعني احتمال الشفاء منه صفر هو أخذ كل العلاجات الكيموية وخطوط الأول واثنائي وثالث وبالتالي هو فيو تايل كير تماما تماما فأنا عارف شو الوضع وعارف أنه لا يمكن ينجو أبدا من هالحالة لأنه الكبد عنده راح كله ولا يمكن تزرعه الكبد أبدا بحالة سرطان ومنتشر وبدون الكبد لا يمكن يعيش الإنسان الكبد مثل القلب يعني جوز الناس ما تقدر شو ما عدنه الكبد راح الكبد إذا راح لا يمكن يعيش الإنسان فالمهم وطبعا وزائف الكبد عنده مطالبة وكذا يعني طبيا هو صفر بالمية نسبة نجاة وإلا بمعجزة من الله والمعجزة الثانية وخالفة قانون الأسباب يعني أثناء شاء الله أحد يقول لي لا ما فيه أمل فيه أمل بس هو معجزة حينه كرامي كرامي معجزات انتهت كرامي فالشاهد أنه بجيلي ابن المريض دكتور كيف الوايد كذا كذا دكتور بدي يعني اسألك بشغلي أنه فيه أحد المعالجين شاف الوايد وطلع حالته وقال لي أنه منصاب بالعين وأنه بحاجة لأربع قراءات حاليا هو قرأ تنتين منه ولسه في قراءتين فيعني حابب أنه أنا هون يا جماعة أنا طلاش شراء بريدتي بأي يضحك حابب تضبط أعصابك ونفس الوقت أنا كنت مرنهق جدا من الشغل هو الولد بده أبوه يصحى مشان يقرأ القراءتين لا 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 بده يجيب المعالج يقرأ له بده يجيب المعالج يقرأ له بده يقرأ له فأنا هون قلت له طيب أنت بدك رأيي ولا بدك إذني اللي تفكر فيه هيك والله اللي تنتين دكتور قلت له أم عن إذني فأنا بسمحناك تجيب البدك إياه لوالدك مدام ما عم يتدخل بالعلاج بيجي بأتنين بيدخلوا يعني يعني لدي مشكلة مرافقية بيدخلوا عشرة لا ما بدي عشرة يفوتوا بيفوتوا اتنين ممكن ويدخلوا واحد معهم يعني يقولوا اتنين على الغرفة ويقرأ له قد ما بده وبالعكس أنا قرأت القرآن شي مفيد وكذا قال لي ورأييك دكتور قلت له طيب يا أخي الكريم ما في هيك شي أبدا شو هي إلا أنه أربع قراءات بدك تدعيله إنت تدعيله أنا ما عندي مانع بس مشكلة والدك مو عين أبدا أنا بعرف شو مشكلته مشكلته نقائل على الكبد وبيعتنا هو سرطان هذي مو عين هذي هذا مرض حقيقي وفي عنده مشكلة حقيقية وهذه الشفاء منها صعب جدا جدا لأين سبب النقائل يا طلال فشاهد أنه هون أنا يعني هاي حالة أنه المريض أو المرافق عم يتدخل بالعلاج أو مش عم يتدخل بالعلاج عم يطلب شغلة ما بتأثر علاج المريض بشكل مباشر بس ربما واجبك أنا أخلاقي كوني من نفس الدين حقيقة أني أنا واعي المريض أنا هيك اعتبرت أنه يا أخي هذا عم يضحك عليكم ببساطة يعني مشكلة الكلام عم يضحك عليكم ما أعرف شو تعليقكم مع هالنقطة هذه أنا تعليق لي شوي بجوز يكون ناقد لأنه أنت عملت فيك هوني عرفت كيف لون أنت لما أهل المريض سألك أنه ممكن أن نجلب له حدا يرى يعني رأيي أنا كالمعالج ما بيهم اللي بهمني هو المريض ذكر فيك كانت كلها أنه أنا بدي شوف فاكتور فاكتور كيف أنت عملت أنت قلت أنه بدك أذني أذني موجود طبعا روح رادي بالدكية بس بدك رأيي عرفت شون أنت جبت الأهل المريض لحتى يسمعه أنت متدين وأنت بهمك الدين بلعب دور بممارساتك السريرية والطبية وأنه إيمانك والأساط وأنه قد تضطر لدرجة أنه أنه حتى سمعت عن شيخي والفتوى من الشيخ فلاني وكذا فأنت حتى قلت له وأنه أنت قلت له بديك رأيي ولا لا وناولت ورأيك أديمي تعمل على شتحالك أنا بللك أنا كأخلاقي طبي صراحة كنت بسأله أنت بدك تجيب هذا المقرئ لأبوك أو لأبوك لو كان نحن سألناه رح يقل لك جب لي المقرئ أو لا هو أبو بس أنا غالبا مؤمن بنفس الإيمان فأنا ما عندي مانع أبدا أن يجيب المقرئ بس إياه هو صراحة الموضوع It's not about me or about the sun It's about the patient جميل جميل طيب أحكي لكم قصة تانية مثلا يعني ربما نفس الشي هلأ هون تدخل بالعلاج حقيقة أنا في كتير كنت أتعامل مع مرضى يعني مرضى العناية لأنه تنفس الصناعي فدول المرضى غالباً بيكونوا بصدمة ثانية septic shock ضغط النازل في infections فكانوا الإيمان لعمومة من مجتمعنا وربما بالسعودية خصوصاً وحتى بسعودية نفس الشي أنه الإيمان بالقراءة على الماء بيقروا على الماء القرآن وبيعتبروا أنه هذا فيه فوائد علاجية أو شفائية هلأ أنا كنت أرفض تماماً لما يطلب مني أحد المرافقين أنه بدي يجيب ماء مقروق عليه من خارج العناية أنا أقول له باعتذر منه أنا لا يمكن أن يسمح أي شيء من برا العناية يدخل لجوف المريض بس أنا ما عندي أنت عم تؤمن برب العالمين يعني أنا مؤمن مثلك ومثلي برب العالمين ويقرآن فيه شفاء ما بناقشوا بثير بموضوع الشفاء أو العلاج لا لأننا نحن نفس الماء اللي بدنا نشربه إياه المريض نحن نشرب مرضى نفس الشيء المرضى بيشربه موي بنحط بهم الماء بالأجي تعال جيب لبدك إياه بدك تقرأ بنفسك بدك تجيب معالج يقرأ أقرأ عندي بالعناية وهذا الماء بيصير مقروق عليه وأنا بيستخدمه فأنا هون راعت الشعور المريض أو المرافق طبعا المريض أنه هو بيظن بالفائد العلاج لأنه أنا شخصيا غير مقتنع فيه تماما أنا هذا قناعتي أنه هذا بالشكل اللي عم يصير فيه والله عني مشرك حقيقة ما هادخل بتفصيل قناعتي الشخصية بس ما فرح المريض بيكومور المريض يمكن أن تفعل أم مريض بيكومور هو غير أهل المريض أشاهد أنه أنا هيك احترامت رغبة الأهل السوريغت أنه هن يشعروا بالدعم أنه نحن نفذ لها بالدنيا بس بطريقتنا يعني مثلا إذا جب لي عسل من بره ما كانت أرضاء عطيه يجيب له العسل كانوا يجيبوا عسل وسدر وما بارف إيش لا لا يمكن أبدا بتحب العلاج تبعنا خدوا العلاج للمقيمين البيانين يا أخي إلا خلاص وصلوا لا شوف طرعا هلأ هون يمكن مرونة الطبيب ووضع المريض هي كتير بتعب دور هلأ مثل ما أنت هلأ في عندها تكون بالمريض حتى بس بوضع حرج يعني ما عمش كان بوضع حيالهم نعم هلأ بحال مثلا أنا بالنسبة إلي ماشي لو هاد لو أنا سألت على هيد حال بإلك هذ المريض مثلا ممكن في أمل أنه مثلا يتمشي فأو شيء إذا إذا كان صراحة فعلا هو هذا المريض نحن على يعني بس 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 أنا معي كان مريض منتهي لا لا معي كان مرضى عاديين مرضى عاديين صراحة تبع إجراءك يعني شاهد أنه مش منتهي والله أنه لا دي دي آر لا لا مرضى سك يعني مرضى مريضين وحيشربوا موية على كل الأحوال بس هو بذيذ الشربة تبعه صراحة هاد معك أنا أنت لأنه صراحة أنه صار في عندك نوع من الأذى مثلا أنت المي ما بتعرف مصدرها ممكن وانت بدأت تكون كمان يعني عادل بحق المريض ولكن مثلا لأنا في عندي مريضة نفس المثال صراحة كانت مريضة طفلة عملة تقريبا حوالي 11 سنة كانت عم تتعالج وصار من نوم أنواع سلطانات الدم وعمدوا لنقل زرع نقل عظام ولكن المريضة وصلت فعلا لمرحلة نهائية صار معها التهابات وبرتونيس كثير يعني وكانت فعلا مريضة ميتة يعني شبه ميتة هي عايشة ولكن عم تموت فكان طلبة وطلب الأهل أنه تاكل صندويشة برغر أنه حلمة هذا صار بلد الفكير تمام يعني المخلوقة شبه ميتة ولكن نحن قانون نحن عنده بالمستشفى المريض اللي هو عاملينه زراعة نقل عظام مستحيل يأكل أكل من برى المستشفى وإذا أكل من برى المستشفى فيه طريقة معين لازم تمتحضير فنحن عم نكون خالفنا كل شيء صراحة نجتمعنا مع هذا الموضوع نحن قلنا هيك المريضة نحن توقعنا نجمع بشكل شبه حتمي أنه المخلوقة هي نحن عم نحكي عن ساعات وفي حال كتير زاد الأمر لأيام فإذا هذا الشيء بيريحها وبيريح أهله فلا معنى فصارت مثل ما قلت صارت يعني أخي جيب له الصندويشة وكتر له مايونيس إذا لديه بدا لازم نكون مارينين لازم نكون مارينين بهذا الموضوع ولكن في حالتك أنت طلال أنت هون في حال سمحت لهذا الشيء في حال سمحت أنه يجب الميتبعه فأنت هون فعليا ممكن تكون أداة المريض طبيا فهذا الشيء مخالف يعني هدو دور وضعين مختلفين تماما نحن ما عم نقول يعني صراحة كل حالة لازم تقيمها بناء على وضع أنا عم حاول كنت أقسم البدر بالنص أخي أنت أمم بالقراءة وأنا أمم بالقراءة بس يعني شو بتفرق الميت تبعكم عن الميت تبعنا اقرأ على ميتنا يعني شو المانع ملا أنت حلا بإلي بدي ميت زمزم بسلا مصعبة عليك بإلي بدي ميت زمزم لنحن معنا ميت زمزم بالقسم بس يا أخي أنا ما كنت أرضى أبدا أنا بعض رفقاتي دع الأعزاط على الميت صخنة تطلع أنا بعض رفقاتي كان يسمحوا صراحة أنا شخصيا كنت ضد هذا الفلعب أنه لما بيكون في عندي تدخل بالعلاج الطبي للمريض ما بتعرف أن هدول شو عم يحطوله لأن غالبا نحن نقول هدول أبوك وأمك وكذا سيجيب لك أكل طيب بس ربما ساء التحضير ربما صار في وخاصة نحن عندنا شوي يعني صراحة أكون صريح معكم واذا بيقرأ على الماء ما بيقرأ بإيده بيقرأ المثال اللي حكيته في خطورة عن المريض أو على بقية المرضى بالعناية أو أنه أنا أجيب يعني يعني ممكن يصير في خمش بالمشفى من بكتيريا جديدة لما بدي أرفض بس هون الفكرة اللي حابب أطرحها أنه يعني أنا ما بيصير أقول له لا شو المسخرة هاي أحيت منهم عرفت شوان لا أنا بتفهم تماما قديش والدكم غالي عليكم أنه بتعملوا أي شيء ممكن أو غير ممكن وأنه عندكم إيمان بالله عز وجل أنه إن شاء الله الله بيشفيه وبيعافيه كلامك صحيح الشفاء بالنهاية منعه رب العالمين لكن بهالمرحلة هاي يمكن يكون أنه نودي المي لعند والدك أو لعند المريض أو لعند حدا ممكن يؤذيه هو أو يؤذي عدد تاني لازمة الله لا ضرر ولا ضرر استخدمت أفكارهم هني بأنه قليون هني يقول يا والله عوز بالله يا شيخ ما منحنا ما منرضى أو يا دكتور أنه ما منرضى أنه يصير هايك شي وهو أنا بدي وقف ضقيقة صمت على الـ اللي راحت خلال السنتين أثناء الكوفيد يلي عملنا كتير كبير بالـ والمرضى نماتوا بدون أهل يكونوا بحوالين وبالقاب الكتير كبير في مجتمع على الموت في مجتمع ألاف أنا ما عمل لك من غير رأينا ما عمل لك من غير رأينا عمل لك بس هون كتير مهم الـ أنه نتعاطف أنه شو صار أثناء الكوفيد كانت مشكلة كتير كبيرة ونحن هذا عملنا وأخذنا الـ بسبب الـ نفهم أنه هذا الوضع كان وكان فهذا نجد أن نظر أنه أنه صارت بأنه مرضى يموتوا أهلهم موجودين أو ما يقدروا يشوفون أو هالكلام ما عم نقول أنه نجيب الأهل ونزيد الـ رائع نظر أبسلوتي عرفت شو نحن 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 عملنا شغلة ما كنا عادة نعملها فالشي بريح شوي الأهل أنه أنا ما أنا حاسس حالي أنه ما أحد عم يسمعني ما أحد عم يعرف أنه ما صار به المرحلة صحيح صحيح بس دكتور خالد أنت أحيانا أنت رغم كل تبريراتك ورغم كل اللي بتعمله ممكن أهل المريض صراحة ما لا يفهموا عليك لأنا لحد اللي أب تذكر عندي كان أحد المرضى كان أبو جدا أبو للطفل كان جدا محب له الطفل مثل أي أب ولكن كان كتير يعني لدرجة أنه إذا الممرضة بدأ تعطي إبري صار هو لا توجعو لا تساو يعني من كتر ما يحب للطفل لأنه كان الولد هو IVF كان بعد ولكن صار الأب يتدخل بالمريض يعني صار وحتى يعمل أشياء مثلا صار يحط الإيباد ويحط عليه قرآن ويعليه حيث أنه الممرضات صار محاول حتى أثناء المحادثة ما يعودوا يعني لما يعملوا الهند أوف أثناء غرفة المريض ما يسمعوا بعض لأنهم نعملوا الهند أوف بره بس مشان بتذكر أنه كانت أحط طراباته كمان أنه نعطي طفله وصار في عنده نوع من أنواع الإتهابات والجروح ونحط له عسل على الجرح يعني يا أخي ما بصير بس هذا العسل جايبينه من البلد وسته قريتله عليه لك يا أخي على عين وراس يسمعه بشي الحاس ورغم كل الشرح اللي شرحت له الفريق الطبي وأنا ويعني ما أضل حدا ما شرح له وهو معطرد جدا فنحن رفضنا يعني بغض النظر عن الدين بغض النظر ما في شي اسمه احترام معتقدات المريض هو يعني متدخل بعلاج الطبي ممكن صحيح فبتذكر أنه كل لآتنا حاولنا معه وهو ما يفهم توفى الطفل بالأخير وكتبت له رسالة أنا نوع من كتبت له ورسالة طويلة عريضة هلأ بتذكر أنه اجع على المستشفى خصوصي بس مشان يمسك الرسالة ويشلف ها بخلقتي وقال لي هاي الرسالة اللي انت بعد ما منعتني من المستشفى وعم تبعتلي إياها شلف وقال لي بنتواجه عند رب العالمين طبعا رغم أنه أنا كل اللي عم تعمله فهذا المثال طبعا أنا مسامح هذا الشخص تماما حاسب الشخص اللي هو منه متزن عاطفيا أو نفسيا بهاي المراحل تماما المثال هون فقط عم أطرحوا أنه الطباء لازم ما يكونوا صارمين جدا كتير مع نفسهم لأنه ممكن أنت تعمل كل شي ممكن تعمله أنت وعشر أشخاص تانين والأهل ما يفهموا أنه طالما أنت ماشي ومعتقد أنه طريقك صح وانت طريقتك صح وانت عادل بهذا النوضوع فبإذن الله الأمور تمام هذا المثال كتير رائع لأنه هذا هون مضطرة للحالة النفسية للإنسان الذي يقدم الرعاية الصحية للمريض وهذه شيئة مهمة كل شي حكينا عنه بالمعتقدات الدينية والمعتقدات عاطي مريض 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 لا أخي أنا إنسان لا حيوان والعالم كله يعني نحن كمان بشر ونحن كمان في عند المنا معتقدات دينية وأخلاقية وهذا لما يجي شلاف الوراء هو يعرف أنت إنسان أخلاقي وملتزم وعند المنا هاي موروز لما قال لك بشوفك يوم لأيام معنا هذا منتبه عليك أنه أنت لما فدت وسمعت القرآن كنت محترم القرآن وعرفان أنه شوية تراما أنه ما في إنسان بيحب أنه الناس التانية تقول عنه ما بيفهم أو ما يعرف أو هاشتاغ ميتو خالد هاشتاغ هاشتاغ فعني هذا عامل ضروري بس هون بقى بدنا نشوف قديش معتقداتي دينية وال ممكن يدخلوا بالرعاية الصحية للمريد ولا ممكن يدخلوا بالرعاية صحية المريض ممكن أعطيكم مثالين أو ثلاثة بس لحط نضطر لهم الموضوع لنشوف الناحية الأخلاقية من تدخل المعتقدات الدينية للطبيق لنفرد أنه أنا طبيب بشتغل بعناية بدولة عربية مسلمة وكان عندي شيخي قال لي أنت محاسب عند الله كل يوم لما يكون عند منك مريض يحتضر وما يطلقنه الشهادتين أو وسمعت من كذا مريض أنه دكتور أنت الوحيد اللي موجود جوا بالعناية لقنت الشهادتين قلت له أول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنا محمد رسول الله لما كان محتضر ولا لا فأنت عندك معتقد ديني هو تطقيين الشهادتين لهذا الشخص موجود محتضر وقت الموت هل أنت ممكن معتقدك الديني طبقه على حدا بدون ما تعرف هل هو فعلا ملتزم ولا غير ملتزم ولا لا خلينا نعملها درجة هاي السؤال اللي كان obvious هذا كتير واضح بسطو أنت بعيادتك ممكن تحط من الديكور تبع العيادة أو من اللوحات تحط الآية وإذا مريض فهو يشفين هل أنت تبقع your religion believe on everybody who's coming in حسن هلا بالشكل الأوسط تبقع مرضاك مسلمين فأنا ما نشاهد بهذه اللوحة وأنا أول شي الأسهل بعدين بنرجع للأصعب شوي إذا تسأل عن سؤال دقيق وانا بسألك خبرة عملي تلقين شهادتين أنا ملقين كتير مرضا شهادتين حقيقة بس مش وقت الوفاة مش وقت الوفاة مش هنكون صريح معك للأمانة هلا هو كده هاتنا مسلمين يعني عم بحكي عن المجتمع إسلامي أنا بعرف المريض مسلم وعرف أهل مسلمين وكذا وكذا فنحن وقت التنبيب اللي هو المريض بيكون بآخر لحظاته هو ممكن يرجع يصحى ممكن ما يرجع يصحى يعني عندي حالتي أنا معرف حيموت لو ما حيموت صراحة ما أني أنا عم حط الإنبوب مشان أنه خلص هذا حيموت لا 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 we don't know ما عارب شو حيصير حقيقة فكتير براكتس مو بس علي أنا عم بس صلال بالعناية اللي كنت اشتري كنت بالسعودية والمرضى معظم مسلمين أو كل مسلمين حقيقة فهو شبه تقريبا ما بدي أجماع أو كذا أنه أنت ما بت إلا ما يتقول لا إله إلا الله وقت أنت بآخر لحظات أما يجيب عن وعي أن تضع التنبيب وعط تعطي الأدوية لأن ينام تعلم ما أحكي أنا خالد فمن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله حقيقة من قولها كأن ما لم يلقنه أبدا ولكن يقول ها أدام والمرضة يجاوب بكل بساطة ويردد وراي حقيقة طبعا يكونك كثير حذر أن أن لا تشعر أن تموت أبدا كلها تقول لا إله إلا الله وهي شائعة في هذا البلد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا هذا كنت أعمله ولكن لم وقت بعد أعلم صراحة طلال أنا ممكن أتصور حالات أنت ممكن تقول له المريض فعلا إذا أنت بدأ تلقنه تقول له طيب الله تشاهد يقول لك أخي أنا لا أريد أعمل هذا أبدا أبدا حذر ضروري جدا هلأ نرجع للسؤالين اللي طرح خالد أول سؤال هل أنت ممكن تلقن المريض الشهادة صراحة لماذا تلقن الشهادة هل هذا شيء لك أو لألو ومثل ما طرحنا سؤال بأول حلقة هل هو لأنه طلب منك تعمل هذا وهذا الشيء لا يتعارض معك وما رح يأخذ من أي شيء لا يضيف لك لا ينقص لك لأنه يجعل المريض يشعر أنه هذه نوع من أنواع الإمباتي فلا لا لا مشكلة إذا أنت تعمل هذا لأنه أنت دينك يقول لك صراحة روح صلي لحالك بعيد عن المريض ممتاز ممتاز فهو هنا أنا أثناء الاسسسمنت فور ادفان داريكترز يعني أنا لما أرى الـ و الـ وحكيت مع المريض بكل هالأمور وقت أسأله بالمناسبة في ناس يعتقدون أنه لازم حدا يكون جميل منهم يلقرون الشهادتين بآخر مرحلة يقدر ينطق فيها هل هالشي بهمك ولا لا عرفتش رون فممكن اسأل عنه قبل ما نوصل لها المرحلة لكن إذا مريض بحياتنا ما حكينا بهالموضوع وأنا لأنه شيخي اللي لازم لقين الشهادتين أنا معالج شيخي مع معالج مريضي وأنا هنا صار الـ ليالتي لم لم مصلحة المريض لمصلحة تانية فهون من الناحية الأخلاقية من الناحية قانونية طبعا إذا كان بالبلد اللي أنت فيها وهيك تحكي كل مرة يعني إذا أنا تربط المثال بالسعودية ممكن يكون مثال ما كتير واضح بس نفرد أنه طبيب بأميركا أنا بقى أحد الأطباء أحد الأطباء يعني أمريكان ما بيعرف يقولوا لا إله إلا الله حمد رصال يقولوا الأول والمريض مسلم ولا لا مسلم مسلم وما بيتفخر فيه أنه حتى لو ما بيعرفوا المعنى بجوز هالشي يحميهم من نار جهنة ويفودوا مع الجنة طبعا يعني قادرت المشلس طيب أنا رح أعطيك مساء على هذا الشي وإن كان مضحك يعني صراحة أحيان منفهم الخاطئ والمارسة الطبية الخاطئة أنا بتذكر أحد طلاب الطب تدربوا كيف يمكن يعمل تعقيم مثالي أمصار يتفضى جميل جميل طيب أنا بتدربكم مثال ثاني يعني أحكي من الموارسة مرة ثاني كل المواضيع هي عبارة عن أنه المعتقدات دين المرضى وأنت طبيب وأنت شايف في عينك وأنت تحاول توازن بين كل الأمور عندي مريضة بيوم الأيام تمام عناية مركزة على جهاز تنفي الصناعي والمريضة موت دماغ عندها نقائل سرطانية للدماغ ودماغها وصل لموت الدماغ وبالتالي هي بحكم الميت شرعا وقانونا حتى بالسعودية هي ميت بحكم الميت بس لسبب أنه صبية كانت عمر 35 سنة أو 40 سنة وترو مع الفاميري فنحنا ما كان في عنا رغبة أن نشيل الجهاز بشكل السريع خليها القلب يفلس على وقته طبعا لا يمكن تاخد الأعضاء ولا يمكن تناقش تبرها بالأعضاء لأن هي سرطان أصلا فالشاهد أنه موت دماغي ونستنى لحتى القلب يوقف طبعا مرة تانية شرعا القانون هناك والشرع هناك أنه هذا موت حقيقي وبالتالي هي بحكم الميت طبعا نحن يتقبلوا الموضوع مرة تانية لا يوجد استعجال لأنه لا يوجد إنهاء للمنفسة لا يوجد الحياة حياة انتهت أصلا يعني أنا عم نرى يوم يوم ما قدمنا شيء إضافي هي مرة تانية موت دماغي فأنا بنتبه أنه في شخص يأتي الزوج يعني 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 تعرفت صحبة معه يأتي بشخص يجي يقرأ ويمشي يعني مثل معالج فأنا انتبهت علي بعد ما مشي هداك قلت له تعفو كيف قلت له مين هذي اللي عم تجيبه والله هذا معالج عم يجيها من نحن بالدمام كنا عم يجيها من شمال السعودي عم يسوق ثلاث ساعات أو أربع ساعات عم يسوق السيارة لشان يجينا عندها قلت له شو عم يعمل عم يلقر من مسافة عم ياخد سبعمائة ريال سبعمائة ريال بهذاك الوقت مبلغ ولهلق مبلغ صراحة سبعمائة ريال شمائتين دولار تقريبا فعم ياخد سبعمائة ريال يعني وعم يجي من مكان تاني نوك يا أخي ميدة دماغين قلت له أنا صراحة هون وقفت بحرج يعني يعني بدي يقول له انه هذا عم يضحك عليك هذا دجال ما شو رأيكم خالد خالد وباسد بدانك فلا بقل له أنا بقرة وبجود وهات السباح لي بعمل لك دسكاونت بعمل لك دسكاونت خمس ديال يعني الشر المريض يعني عذابات الناس في ناس بالسلسمراء بالشكل صراحة وش بشع كتير أنا وقته قلت لك يا أخي الكريم هذا حكي موصحي أنا صراحة ما قلت له هو دجال صعب أنك أنت تواجه شخص في غصة بيشاري ربما ما حكيناها بالنقاش أرجع أقولها وبسمعت عليكم أنه أنا لما بناقش شخص من دين مختلف أو بديني بنفس ديني أو من طائفة مختلف بناقشه ند لند بالنقاش جلسات الحوارية على الفيسبوك على الواتس آب البتونياء أنا بناقش ند لند أنا طلال مقابل خالد هو بيحكي فكرته مخالفة لفكرتي ما عندي ليد العليا عليه فبس بالعناية أو بالطب عموما لما أنا طبيب العليا فليس من العدل ليس من العدل أبدا أنك ناقش شخص بفكرة دينية أنك تحاول تقنعه مثلا مثلا تهدي مثلا شخص عم يحتضر بدك يتشاهد مثل ما قالت يا خالد هذا أنا بعتبره يعني غير أخلاقي أبدا صراحة تيجي تقول له هو تعبان ومرهق وعادة المريض مهما صدقوني يا جماعة وأنا عم يحكي من تجربة ما عم يحكي كطبيب أنا كنت مريض وكنت طبيب لما أنت موقع المريض صدقني ما عندك الجلد أو القدرة تقل له للطبيب غلط خطأ مهما قالك الطبيب تمشي معقصا فألي برأيي أخلاقيا مو مقبول أبدا تيجي تقول للمريض والله تخلي يدخل على دينك آخر لحظات حياتك لا طنعا لا طنعا أنا مشاهد أن أعطتك المثال هو واضح جدا أنه لا أكيد لغير أخلاقي عائلة المريضة اللي توفيت هو بمرحلة يعني بل شو بمرحلة بمرحلة الحداد بشكل بسيط هو ما أهمتك بها المرحلة مو أنه هو دجال ولا لا بس أنا حابب أحكي معك أتطمن عليكم أتأكد أنك أنت مستوعب شو عم بيصير جاب على أسألتك زوجتك الله يرحم ما خلاص توفيت أنا بس حبيت أنه ودي لك خلفك بعرف كمي الموضوع صادم بالنسبة لك وبعرف أنك تتعلق بأي أمل موجود وأنا بيحترم تعلق بأي أمل وبيحترم قديش أنت بتحب زوجتك فهمها بس تتأكد أنه هو وصل لهذه الفكرة بجوز يظلوا معلق بالدنايل أربع خمسة أيام أو لحتى هداك يحلب المصاري طبيب وضيفة أعرفت شون بس أنت على الأقل قديت مهمتك كطبيب أنك وصلته للفكرة أنه this is it معرفين ويشوو خالد خالد أنت سألت سؤال تاني عن موضوع وضع القرآنية بس راح قاربوا بمثال آخر يعني هو أكثر وضوحا يعني لأننا في كتير من أطباء المسيحيين يلبسوا الصليب في كتير من الأطباء اليهود يضع الطائف في كتير من الأطباء المسلمين ممكن في ناس يضعوا محجبة صح صح فهي علامة دينية أنا برأي صراحة هذا شيء جائز يعني ما ممكن يؤثر وإذا المريض بالعكس يعني إذا المريض عادة اللي راح يتأثر بهيك شغلة هو نفس المريض عادة اللي راح يرفض يتلقى علاج من طبيب ينتمي لهذه الفئة فأنا برأي بهيك حالي صراحة أنه ما أنا شيء سيء أنه أنت حاطت هذا الشيء يعني أنه بشكل غير مباشر عم تقوله للمريض أخي أنا بنتمي لهذه الفئة بتحب تكمل أهلا وسهلا ما بتحب راجعة هاي هاي بقى درجتها أول واحدة كانت الواضحة جدا لي أنتم ما بلقيني شاهدتين لحدا اللي بعد منها اللي أنه تحط الأرمى اللي فيه وذا ما رأيت فهو يا شفين عنا هون بالطب النفس يحطي لك فايس بيز ثرافي أنه هاي يقول لك أنه بالمناسبة أنا متدين وبيتجي بسير تدين أثناء الثرافي فأنتي حاطتها بس مقبولة بالسيكاتري تحديدا مع بعض الهيكة بنفس الواضحة إذا أنت هاي اختصاصك فعلا أنك تجي بسير أنه I'm open to all faith عرفت شون open to all patients عرفت شون but this is my expertise التالتة اللي هي حجاب الصليب اليامك أي شي بيدل على شو هو دينك هاي ما فيه حراج إطلاقها هاي أنت ما لك imposing your religion on the patient هاي شغلة أنت جزء من دينك وانت ما حتتنازل عنها بسبب المريض فهاي اللي بتكون بالتالتة هي ما فيها طيب في أسماء أسماء مستشفيات كاملة هي أسماء ديني أنا المستشفى اللي بيشتغل فيها هو جزء من منظم يعني تقريبا ثلاث مراحل المرحلة الكبيرة اسمها إسرائيل بيتنا رغم كل يعني رغم كل نحن هي المشافي بدأت بالتقنطة 19 18 بدأت بكل مشافي دينية حينا كانت تعالج طائفة فقط المشافي المسيحية مشفى الكذا مشفى الكذا المشافي اليهودية يعني حتى هذا المشفى كان يارغوط فقط The men who build America موظم هاي المؤسسات هي من الناس نفسهم تبعات البترول والحديد والسكة كحديدية طيب هلأ عرفنا الأخلاق الطبية تبع المريض عرفنا العلاقة الدين بالأخلاق الطبية تبع الدكتور لنشوف هلأ إذا في حالة أنه اثنيناتهم بس مو حالة كتير كبيرة يعني اثنيناتهم ممكن يتعارضوا مع بعضهم وشو ممكن نساوي أمتى من يفوز بها الحالة هأعطيك مثال بالكولتر ونشوف شو رأينا فيه نفرض أنه أنا عند مني مريضة حتى تشوف الطبيب تبعها وكل ما تجي بدأ تجيب معها جوزة عرفت شلون أو بدأ تجيب حدا معها من أهله وبعدين الطبيب اللي عم تشوفها نفرض هو طبيب نفسية وبدو برايفسي مشان المريضة تقدر تفهم شو عم بيصير أنه في شي بجوز ما بدك تقولي قدام جوزة بيضربها بيقتلها بيبدك تسأل الأسئلة ما فيك ما فيك تأخذ جواب مقنع والزوج والساتم وشو جمعنا فأنت قلت له أنا نكس أبوينتمنت أنه سيكون برايفت بذا عطي لك أنا ما برضه لأنه هاي خلوة ومجتمع رجن وامرأ إلا وكان الشيطان ثالثة أو بما معنى معرفته شنون فشو بساوي بها الحالة بيحترم الرأي الطبي أو الديني للمريضة هاي ولا ما بيحترم الرأي لها المريضة والسؤال هلا خليني أعكسه خليني يقول أنه أنا أحد الموظفين المشفى هو طبيب ودائما كل ما بدي يشوف مريضة بدي يجيب معها ممرضة من بره يقول لك أنا ما بشوف المريضة إلا إذا كان في عنده مني مرافقة ومعد أخذوا مرة أخي نحن مو معون عطل لك موظف طول الوقت لمشان أنه يكون عنده منك حدا مع المريضة أم يجوا جابوا وحكوا معهم أنا والله ديني بيقول لي أنه ما بيصير الرجال ومرا يجتمعون لأنه الشيطان التالت فأنا بدي الممرضة هي لأنه مثل الشيطان تجي دعو بسي رأيكم الأولانية شو الموقف الأخلاقي منها والتاني هل تحب أنت تجاوب أو لا تحب أن أجاوب ابدأ بس أنا أجاوب بعدك بالنسبة لحالة لما يكون فيها المريضة هي طلبة هذا الشيء فأنت الأرجح أنك أنت تحترم هذا الشيء إلا إذا أنت فعلا حاسس أن هذا سيتعارض مع علاجك مع استجوابك فأنت ممكن توضعها بشكل أفضل يعني تقول تعطيها مبريراتك تعطيها أسبابك إذا هي مصررة على هذا الشيء فيك فيك تقابلها بناء على شروطها هي مع كامل التوضيح أنه أنت تقييمها سيكون غير كامل لأنه أنت في حال سألت هذه الأسئلة بوجود زوجها وأنت حاسس أنه ممكن هذا الشيء سبب له خطر فأنت لا ستسأل هذه الأسئلة فهي لازم يكون عندها وعي وهو غالبا سيكون معها أنه في أسئلة خاصة سيكون سيكون بطريقة ترجع هذا الشيء لتدريبك لتقييمك للوضع أنه عادة نحن نسألة بشكل خاص فنحن ما رحكون قادر يسألكها فهذا التقييم رحكون غير كامل طبعا ما أنت أحط بهذا الموضوع فهي بيرأي أنه راجع إلى أنا ممكن تعقب على الحال ممكن أن أحاول أوصل لحل وسط مع المريضة هي عندها مشكلة أنه بدينها ما فيني اختلي معها ما فيني تقعد معي فقط بدون أي شخص سائب بس أنا بني رأيي أو أنا شكي كطبيب نفسي ربما تحكي بحالتك أنه وجود الزوج هي المشكلة فأنا بحاول السعين بشكل خص ثالث يعني مثلا ممكن أخوها مثلا إذا أخوها كان بحل المشكلة ممكن أخوها بالنوبة أكتب أحاول أوصل لحل وسط مع المريضة إذا أخوها هو الحل مثلا ممكن إذا أختها أمها واحد منها أو صديقتها مثلا أنه هي بهيك ما عادت الخلوة الشرعية أو المرخوضة بدينها فإذا حلت المشكلة بإني أنا أصل لحل وسط معها والله العليم أنا هيك حقاقت رغبتها وبنفس الوقت أنا خدمتها علاجيا لأنني أنا حاول أخدمها أو قبلها تليفون إذا بتقدر أو على الفيديو فأول شي بالنهاية الخيار هو استقلالي هي بتقرر بالنهاية شو بدأت ساوي شو ما بدأت ساوي فأنا هذا بحترمه بشكل كامل الشغلة الثانية إنه أنا طلعت على الالترنتيف شنون فيني أعرف شو هن البدائل أول شي إني أفهم ليش قلت له ممكن تشرحيلي مرة تانية ليش قلت لك لأنه أنا خلوة شرعية ما برضه إنه يكون أنا وبدأ آه أوكي أنا ليش بدي أحكي معك برايفتلي لأنه بدي أحكي تكوني مرتاحة أكتر تحكي عن عائلتك شو رأي أجب لك ممرضة من عندل مني مثلا أو مثلا أو شي أو مثلا نكون بالمشفى وفي عند مننا غرفة معينة اللي هي الستاف أو الميتينج روم اللي كلها أزاز مثلا فهي ما في خلوة شرعية كل هاتون شايفيني أن الباب مفتوح لأنه بأي لحظة مقيف وتعليكم شخص يعني أي أي أنه الباب أزاز مثلا ما أنه مقفول أو ما أنه مقفول أي فأنا فهمي للمريد ليش هو شو هي مدى الريستركشن لأنه هاي طبعا ما منطبعها نحن معظمنا الأطباء أنه هاي مو هي خلوة اللي عم يحكي عنها سيدنا محمس صلى الله عليه وسلم عرفت شنون فنحنا بدي يفهم أنه هي قديش الريستركشن تبعها وبيدي يفهم شنون فيني أنا أخترق به الموضوع فش رأيكم بالعكس لما الطبيب قال أنه أنا أنا ما بيخترر مع مريضه أنا أحد زملائي هيك صراحة هو تدريبه بريطانيا وبريطانيا ما فينا كتشوف مريضه ما يكون مع أو يسموه المرافق وهذا الشي أنا بيحترمه تماما يعني شخص بدي يحمي حاله وما عم يحمي المريضة عم يحمي نفسه معني عم يفحص نسائي بس أنا عم بيحكي عن طبيب عام عم يفحص ضغط هو بده يكون معه ممرضة بس تكون موجود بغنبي بحيس أنه ما تدريب عليه المريضة ولا بنقطع أنه أخطأ أنا شخصيا ما أبدأ هل موضوع كطبيب موارسي حقيقة بمعنى آخر إذا كان المريضة معاها أنا أصلا ماني طبيب ماني طبيب نسائي أنا بفحص بحص عام حقيقة إذا أنت حطوك بلجنة بسبب أنه أنت من نفس البلد اللي فيها الدكتور حطوك بلجنة اللي حتى تقيم هالموضوع هذا هل هي شغلة بدنا الرعي ولا هل لا بنقول له لا بلت الزرق حبيت كمي شغل هاي كميل ما حبيت أمشي شو رأيك شو بتقول أنه لازم accommodate his religious needs والله نصف العلمي لا أعلم خلي باسري جاوبنا يا سيدي مشان هي الحالة بالضبط نحن بالأخلاق الطبيعي نشأ لنا شيء اسمه conscientious objection اللي نحن حكينا عنه في عندك شروط أنت لازم تعملها هاي ضمن معتقدات الطبيب صح سواء كانت هو عدم إجراء نوع معين من العمليات سواء عدم أعطاء نوع معين من الأدوية سواء أنه أنت ما تختري بالمريض في عندك شروط مشان هاد الشي هل في عندك بدائل شو هل هذا الشي رحيأثر فعلا على المريض ممكن يلحق الضرر فيه إذا تحقق كامل شروط conscientious objection فأنت منحقك تعتذر أو منحقك إذا ما في مشكلة أنه مثلا نجيب شخص آخر مثلا من طريق الطبي يكون معك موجود بهذه الحالة إذا في بدائل أوكي ما في مشكلة إذا فعلا ما في بدائل لو بحثت عن هذا الشي وتحققت شروط conscientious objection ما في مشكلة منحقك تعترض إذا ما تحققت شروط conscientious objection فأنت أخلاقيا من الواجب أنه أنت تلتقي مع المريض بشكل وأن هذا الشي كان مخالف لمعتقداتك الطبية صحيح صحيح هيا هون الفكرة يعني ليش المثال هذا كتير كان ضروري لحتى نفهم أنه بنفس المرحلة اللي نحترم فيها أتعارمي عن المريض وكل الأفكار كمان لازم نحترم الاعتقادات حتى لم ها بنواف عليها يعني لما زلتت كلمتر فيه أكم عقاد هذا رأي بس الشي ما بيعني أنه ما بعمله اللي هو بديها إذا كان فعلا هذا جزء من إشلون هو بدي يبدأ يقدم للرعاية الصحية مثل ما حكى باسل طبعا بالأمرجنسي this is not accepted إذا كان هالشي بيأسر سلبيا على المريضة يعني نفرض واحدة إنه لا أنا بدي أحكي مع الدكتور بدي أحكي مع الدكتور لدرجة إنه يرفض ويكون ورا جلاس دور إنه العالم كله شايفته يعني هاي كمان مو مقبول لكن إذا كان روتيني هو ما بدي أكون من يختلف بسبب شرعي والطبيب هذا irreplaceable يعني المشفى طبعا ممنوع ممنوع discriminate وfire somebody based on their religious beliefs but this is a valid autonomy for the provider as well يعني كل شي حكيناك لأنه قديش نحنا أنه اللفل العالي من الامباثي المريض وقديش الشي ما لازم يكون بالنهاية إنه يعملنا نحنا بس مجرد مكنات أنا ماني روبوت أنا ماني بالنهاية مكناة ولا بروح ما عندي مشاعر وما عندي قيم أخلاقية ولا عندي لا عندك بس أنت على الأقل متوازن فيها وإذا بصلت الأمور لمرحلة إنه أنت ممكن تعترض مع دينك بشكل مباشر وما بيأثر هالشي على حياة المريض أنت منحقق step out of providing care يا سيدي ما شاء الله عليكم أنا الحلقة تجاوزت الساعة ونحن ما حسنين بالوقت صراح طيب إذا بتحبوا اختم بقصة نفس النمط هذا اللي مرأوا علي حقيقة مرة الثلسان إذا في شي أصص بالكم طبعاً الوقت مفتوحة أنا ما عندي مشكلة أبداً مرة من المرات أحد المريضات حقيقة جابوها لعنا على العناية المركزة طبعاً مريضة عناية مرة ثانية عاملها 25 سنة صبية صغيرة وسعودية فالمريضة جاي بديئتنا عندها زلة تنفسية عندها ديئتنا نفس شديد يعني عندها ارتشاحات بصورة الصدر يعني حالة فطيرة يعني هي قابة قوسينة وإذن أنه تنحطها على جهاز النفسي ناعم فإحنا عم نحاول نتجنب هذا الكلام طبيبة الأمراض الصدرية قررت تعملها تنظير لحتى تعرف شو في قصة الارتشاحات الارتشاحات عندها يبدو ما هي التهابية في عندها شي غريب يعني كنا شاكين من الأول أنه هذه ممكن يكون سرطان الحقيقة تكون صريح معكم يعني رأيي الخبراء زمين لطبيب أمراض صدرية قال ترى هذه ممكن تكون سرطان فالفكرة أنه هي أصلا بديئت تنفس الأكسجين عندها يادو بيوصل للتسعين هي على اكسجين بيوصل للعشر لتر يعني خمس لتر يعني كان بحاجة أكسجين بعدها ما لبي حاجة لتنفس صناعي بالضبط بس هي بوضع حرج جدا دخلت على غرفة حطناها بالعناية جاء الطبيب الأمراض الصدرية طلبت مني أنا أشرف على على التركين أني أعطيها مهدئ بسيط ما بدنا نعمل لتنفس صناعي بس بدنا فقط نعمل اللي هو منظار القصبات فأنا دوري هون أني أنا حافظ على الطرق الهوائية وعلى وعي المريضة لو احتاجت لتدخل منقذ للحياة نحط لها تنفس صناعي سبب توقف التنفس عندها أو كده أنا أكون موجودة مثل صمام أما وإلا هو الأساس أن تدخل الطبيبة بالتنظير تسحب الخزعة تعمل الخزعة وتطلع تخنى على الغرفة الميضة بغطية وشها الميضة على الأكسجين وفيها بغطية وشها وعندها تغطية الوجه بالسعودية كثير من الشعب حقيقة بيعتقدوه أنه هذا هو الدين الصح فقط لا يمكن أن يكون رغم أنه رأيين موجودين مثلا وأنا هلأ قناعتي الشخصية أنه لأ الوجه ما هو لازم يتغطى هي قناعتي بس أنا وقته بهذا الموطف موطف شبه إسعافي يا أما بدي أسمح أنه يمشوا بالموضوع يا أما ما حأسمح أنا قلت لهم تعال لهم أنا هايك الوضع ما يمشي حالما ميضة يا دوق أكسجين تسعى وثمين يعمل إلا هي بحكية معها يا أختي يا فلانة وفي معي يعني طبيبة الصدرية موجودة والمعالجة التنفسية لكله النساء بالغرفة إلا أنا وأنا الوحيد اللي لازم ننبب تماما أنا صمام الأمان أنا دوري بيعفو أنا دوري إني نبب وبالتالي لا يمكن في طبيبة أخرى ممكن تستبدلك ما في مجال لا ما كان في طبيبة فالشاهد أنه أنا هون بوضع شبه إسعافي حقيقتان وأنا لا وإذا بدي تعالي هون در المريضة إذا أنا أنا ما شفت وشك مستحيل أنا قدر أنه شو وضعك أنا بديعرف شو طريقة تنفسك حاليا وبعد ما تأخذ الدواء فأنا أصريت إصرار شديد يا أما بترضي يا أما أنا بطلع من غرفة وقتا شو ما يصير يصير طبعا طبيبة الصديقة مين حتدخل يا تبيبة الصديقة زماني موجود أنا ما حتقدر تعمل شيء أنا بتخاف لأنه أنت بنهاية ممكن المريضة تموت صراحة فشبه بديقول يعني شبه إجبار يعني أنه هذا الخيار الوحيد يا بترضي وقالنا أنا مثل أخوكي مثل ما بارث مين يعني والله بس بديشوف ما بديشيري عن شعرك لا بس وجهة بديشوف وجهة شوف طريقة تنفسها فاقتنعت المريضة معنا والحمد لله أجرينا أجرينا لأجلة التنظير الطبيبي يعني والحمد لله كان بدون مشاكل بدون ودلأسف طلعت نتيجة الخزعة ساركومة يعني ساركومة منتقلة يعني هاي الساركومة مش السرطة مش الكارسينومة مش السرطان يعني ساركومة هو سرطان شديد حقيقة فنقائل شديد على الرئاة هو مصدر البر أظن كان بأحد برجلة أو كذا بعد ما استقصينا الفكرة وين إلي صارت أنه أنا عرفت شو رغبة المريضة المريضة ما بدها تنكجف حقيقة هلأ بعدين أمور الدهورة حاولنا نحطها DNR حقيقة والأهل رفضوا طبعا موسهل أبدا بتحط مريضة 25 سنة DNR يعني صعب جدا هيتم المريضة اللي أروح عليها بعدين ولا غيرها لا لا هاي غيرها فأخوها وزوجها كانوا متفهمين تماما شرحت لهم بالضبط أنا أحد أنا طبعا أنا واحد من أصل 15 طبيب يعني كل الأطباع عنه بنفس اللغة فأنا بحكي لقاءاتي مع الأخ ومع الزوج يعني كانوا متفهمين بس يا أخي ضغط المجتمع أصعب من أنه هن يقدر يأخذوا هاي القرار وأنا بتفهم هذا الشي يعني مرة تاني نحترم رغم أنه نحن ما موافقين على اليسار وكثير قصص بتصير أنه الأهل بيضغطوا لاتجاه العلال بس يا جماعة هن نحطوا حالكم محل الأهل ضغط شديد مجتمعي موسهل تغير تعمل يعني كل هدف الكورس الحالي صراحة إذا نغير هاي الكلتشا فهذه كلتش لأنه نحن نعفها هتموت هتموت فكانت نحطى لأجهاز النفو الصناعي ولا يمكن نعمل لأي علاج طبيب الأورام لا يمكن نعمل لأي شي فخلص يأخر رحظات أو أيام فهذه الأمانة والله يعني بيشهد الله عليه يعني لما كنت امرؤ لأنه هي نحن غرف مستقل للعناية أو ممريضاتنا ممريضات هندية هذا يفهموا البتالتشار الإسلامية طبعا أو العربية فلما كنت امرؤ عن المريضة من بعيد وشوفها يعني نحن حتى بالعناية بيحكيكم بهذه العناية كانوا يغطوا شعر المريضة يعني يحطولها مثل الحجاب أو شغلة يتغطى شعرها فوالله لما يكون بسبب التقليب أو التحريق أنه مبين جزء من شعرك يتنبههم لغطيلها لأنه هي المريضة كان بدها وسبحان الله يعني الله كتبنا وتوفيت فالشاهد أنه أنت أحيانا أنت مضطر تمنع المريض ياخد يعني المعتقدات الدينية تحترمها بحدود مدام بدأت دخل بعلاجك الطبي ما بيصير أنك تحترم هذا يعني ما بقول ما بدي احترم لازلت بيحترم بس ما بصير تنساق لأله يعني أنا كان ممكن مرء لأني إيه حط الأنبو بس هي كان يمكن أن تموت وقتها يعني بخدمة السر بضخار أنا الميساء معرفة ننفنت بالقصة بكتير من ناحية الأخلاقية لكن بدي أخذ صورة عامة عن القصة إذا نطلع ونشوف إنه لو إنه يوميتها ما نببتها لأنه هي رخضت إنه ترفع عن وجه أو عن تم أثناء التنبيب أو شي وتوفيت المريضة إنتي ممكن إنه يكون عند منك بثولوجي أنه كدأي هف لحتى خليها تقتنع وإنه نببها ولاحظ إنه هي عمليا بالتنبيب اللي عملنا طولنا لها ما عمل لك لأنه أوقات الأطباء بيجوا بدور الأبوية أوقات بيجوا بدور الألوهية أوقات الجرانديوس الحياة والموت بين إيديك كطبيب عناية كطبيب جراح أمور منوصل لمرحلة مفكر إنه نحن عم نتخيز قرارات أو لا 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 نستنى لحظة ما عرفت كنون بالنهاية القرار عن صاحب القرار وإنه يمكن اللي كنت أنا مفكره كتير مزعوج إنه بدي نببها بدي نببها أسرع ما يمكن الظاهر لإلي سيدنا موسو سيدنا الخضل عرفت شنون الظاهر لإلي إنه أحسن شيء ممكن أعمله هلأ إنه نببها وإنتي شنون ما عم ترضي تتنببه عمليا كان أنه أنا خليت واحني على منفل شهرين ثلاثة خالد ربما الصورة ما أوسطتك لا لا ما كان في موضوع الخلافة مع الميدة أنا مش عادة تنبيب أولاء أنا كنت بس بدي شوف وجهها فقط أنا ما بدي تنبيب أبدا سنفد عمقول شبست رأيها ورفضت التنبيب بأي شكل وجبت وقالو لك إنه رأي المريضة إنه هي ما بدي تكشف عن وشها وتموت خير إن شاء الله لو رفضت تكشف عن وشها كان طبيب الأمراض صدرية ما رضي تعمل تنظير لأنه بدون وجودي أنا وما كان في طبيب اللي لا معنى ما كان في طبيب التعليم ما كان راح يزيد التنظير وما كان نحن شخصها ربما الأوتكام ما حتكون مختلفة بس حتتموت بدون ما نعلم شو صار معها بدي استخدم هالمثال هاد لحتى أنه لما المريض إجل عند أبو المريض إجل عند باسل وزدت الوراء وقال له أنا بشوفك اليوم لإيامي ولنفرض أنه باسل يوميته ما أعرف ينام مصبوط دايا أنه هل أنا حتحاسب حل حوقف مع هالشخص هاد يوم لإيامي مدت ثانية ثانيتين أنه أنا حرمته أو ما حرمته بالنهاية ما منعرف شو هي الأخضار وما منعرف اللي صار وانت كنت عمي بتعال إلا ما منعت أبو يمكن كان مات أسرع بكتير يمكن كان طالت عمره وزاد أكتر بكتير لها الطفل هاد لأنه خليت أبو باتخاذ قرار فبنهاية نحن بنعرف أنه نحن عم نتخذ قرارات وبيدي أعمل لكن بالنهاية نحكي عنه أنه بالنهاية كل هاته قضاء وقدر عند رب العالمين فلذلك أننا مرتاحين نعمل اللي علينا نقدم الخدمة للمريض وبالنهاية العمر والقدر كل هاته مكتوب عند رب العالمين فأنا بس حبيت أنه أحكي بي هالموضوع هاد لأنه أوقات كتير مفيد أنه نعرف أنه شو ما عملنا بالنهاية رب العالمين هو إذا ما رضو فهو يشفين طيب باس عندك تريك طلال أخيرة طلال أنت هاي يعني صراحة هو مثال أو شكل من أشكال اللي نحن ناقشناه كمان أنه هون المعتقد الديني عم يعترض مع الإجراء الطبي صحيح عم يتعرض معه يعني أنت هون فعليا بدك تنبي بدك تكشوف الوجه فهي هي أو أهلة أو الوصي عليها القائمة عليها القائمة على اتخاذ القرار قرروا أنه هذا الشيء ممكن سمحوا فيه لو ما نسامحين فيه فصراحة أنت ما يعني أخلاقيا معثى من أنك أنت تضطر أنه ترضخ لرغبتهم ممكن أنت تعطيهم البدائر يعني كانت تقللون أنه البديل أنه هي ما رح تتنبب أو البديل أنه إذا طبيبة الرئة ممكن قررت أنه تمشي بدونها بعد الحالة هاي صار في كمتي بالمستشفى أنه يدربوا طبيبة الصدرية التانية أنه تنبب ولا لا يمكن تعمل هذا الشيء هي طبيبة عناية أصلا بس هي دورها دورها أنه هي تنشغل بالتنظير يعني أنت في نهاية في فريق طبي يعني هي شغل تدخل بالمنظار هي لازم تركز على المنظار ما تبتطلع على الأكشجين ولا غيره يعني هي تعمل 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 إذا أنا موجود بمدينة هالشيء ممكن يصير مرة تانية لازم فرض كفاية ندور على طبيبة عامة عند المنا فكرة أنه هي بدت تفوت اختصاص وتعطوه أجر أكبر بكتير من الأجر عادي أو تجيبو حدا بحيث أنه تكون طبيبة أنت تشتغل الشغلة اللي أنت عم تشتغلها أسكلي فور the next patients عرفت أنا طبيب نسائي يا خالد أنا طبيب طبيب عناي مركز يعني 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 لما كان مريضة هي تحتضر وطبعتنا يمكن عن الأفكار اللي بتختر على الأيزة لالب أنت هون عم تطرح موضوع صراحة جدا مهم بس كما بيعتمد على الموارد والإمكانيات صح أنت ممكن تطلب هذا الشيء أنا برأي أنه هذا صراحة مفارد كفاية في حال أنت كنت بالسعودية لا بدأ يدخل عن فتو يعني دعني أسحب هذه الكلمة ما بدأ يفتي ولكن أنت مثلا بالسعودية فتشوف مرضى كثير من هذا هالموارد أنت ممكن تستخدم لمساعدة مرضى ثانية يعني بترجع حسب كل حالك بس طلال أنت المثال طرحته صراحة شائع جدا وبيجي بعدة أشكال يعني أنا بعطيك مثال مرة كنت عم بحكي مع مريضة وزوجة هون ببوستون هن من دورة عربية ولكن هذا الشيء ما بصن علاقة بالدين ولكن هو بشكل ظاهري ولكن هو مجتمع كنا صراحة باللوبي فهي الزوجة هي اللي حكيت معي فأنا رديت عليها بروح زوج المريضة بحط ايده على وجه بيقول تحكي معي إيه طبعا أنا بكل هدوء صاحبت حالي ناديت لسيكوريتي تلوط على وبر ولا حتى حكيت نحكي بعدين بالأخير حكينا لأي شخص لم يميد إيده علي وحكينا معه وقلت له هيك ووضحت لك يا أخي أنت مفروض تقل لي هذه الحكي ولكن هي سألت وانا جوابت قال لي هي مفروض لا تسألك طبعا وحكي مع صاحب تحكي مع إلي حتى حتى أحيانا مواقف للأسف بتصير هلأ بتذكر أنا مرة بس هلأ هلأ تحكي تحكي وستحكي تحكي هذا شخص أجرسف لعنى بإمكانك اجرسف مع موضوع هذا يجب تحكي للمكان المكان المكان لكي تحكي أنا جدا سعيد أنك طرحت هذا الموضوع لأنه هاي المريض هذا الكوپل نفسه هو نفسه أحد لما طرحنا هذا الموضوع طرينا نعمل الشيء اللي هو أنا ريثمة لعامل الاجتماعية تلتقي معها بشكل سري مشان تقيم سلامة المريضة ولا لا جميل جميل بس ولكن هذا المستشفى عندنا نحن كان في عنده الإمكانيات المستشفيات الثانية مدائما عندها جميل جدا يا سيدي والله اللقاء ممتع جدا جدا ونحن نقارب الساعتين وانا الموضوع معمي في الصراحة والله كتير لقاء سعيد وانا كتير بتشكركم يعني الحمد لله نظم عندنا المرة ماضية يعني في جرأة كتير كبيرة انك تقدر تفكر بها الأمور هاي وتحاول تناقشها ونقبل يعني اليوم حكينا كتير عن يعني كل واحد بيناتنا مرأ بشغلين بتبين ضعفنا كبشر نمارس الطب بشكل يومي وهالشي ما نسهل وهالشي هات بيساعد زملائنا انه هن كمان يفهموا الموضوع بنفس الطريقة نعرف شون هوري ما أنا إنه هاي مو واحد زائد واحد يساوي اتنين في كتير أمور تلعب دور بالموضوع مثل اللي شفتو اليوم بأثناء حوارنا مع بعض نفس الشيء مفروض يكون صاير بكل مشفى ضمن كل مجموعة من الأطباء يمارسوا بمشفى مع بعضهم شلون بيتعاملوا بها الطرق هاي ويقبلوا أفكار بعضهم بحيث إنه النصيحة تكون عامل كتير مهم بالطريقة اللي بيعانجوا فيها لموضوع شمي جدا أخينا باسا تعرف نهائي نعم والأساس شكرا مرة تانية لهذا اللقاء الحلو والأساس النقطة والفكرة اللي احنا أنا حابب وصلها للمستمعين إنه احترام الأديان هو فعلا واجب يعني ويجب عددا نستهزاء بدين شخص حتى وأن خالفته ودائما في مخرج لهذا عفوا في مخارج كتير يعني عادة للخلافات الدينية وفي حال الطبيب مر بتجربة صعبة يرفع أيضا ويطلب مساعدة من حواليه من أصدقائه من ناس خبراء تانيين يعني غالبا هاي الحالات ما رح يكون هو أول شخص مرر فيه ولا رح يكون آخر شخص يعني فيساعد حاله يعني الطبيب يحاول يبحث عن موارد وما كتري صعب الأمور على حاله لأنه خاصة بموضوع الأديان مجال الذنب كبير كتير جميل يا شي جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا مشكورين على تلبية الدعوة أنا جدا كنت مستمتع مرة تانية وتعلمت صراحة اليوم إن شاء الله يا رب يكون اللقاء مفيد للمستمعين مرة تانية أنا أبعدكم أن يجزئوا لاحقا حتى يكون أقصر اللي بيحب يستمع المقاطع منه منتابع إن شاء الله بكورس الأخلاق الطبية إن شاء الله بالحلقات القادمة من السمر وشكرا جزيلا من المتعامل السلام عليكم السلام